تتواصل العملية العسكرية تركية في الشمال السوري وتتواصل معها ردود الأفعال الدولية وساطة روسية طموحة على عدة جبهات وعقوبات وتهديدات أمريكية ما حقيقة هذه الوساطات وما جدوى هذه العقوبات أسئلة نطرحها في للخبر بقية أهلا بكم سباق على الوساطات في الشمال السوري موسكو تدعو إلى الحوار بين دمشق والإدارة الذاتية الكردية من جهة وبين النظام والأتراك من جهة أخرى أما واشنطن فتلوح بالتدخل بين الأكراد وأنقرة إلى ذلك تتواصل العملية العسكرية التركية في الشمال السوري محرزة تقدما ميدانيا فهل هذه الوساطات هي محاولات حقيقية لاحتواء الأزمة ولأي درجة لدى اللاعبين على المسرح السوري أوراق ضغط كافية للي أذرع الأطراف المتصارعة هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا في حلقة اليوم بعد هذا التقرير بعد الفيتو الروسي الأمريكي ضد إدانة العملية التركية في سوريا موسكو وواشنطن تتسابقان للوساطة بين أنقرة والأكراد ترامب يعلن أن لدى بلاده ثلاثة خيارات إرسال قوات أمريكية أو فرض عقوبات على أنقرة أو التوصل إلى اتفاق تركي كردي تأرجح مواقف ترامب إزاء الحملة التركية أربك الدوائر الأمريكية ودفع بتوحيد الديمقراطيين والجمهوريين ضده واتهامه بارتكاب خطأ كبير وهم الذين يرون في الأكراد حليفا قاتل بجانب الأمريكيين لهزيمة تنظيم الدولة ترامب ربما يحاول بحسب رأي محللين أن يثبت لمناصريه أنه أفضل من أسلافه خلال إنهاء التورط العسكري بالشرق الأوسط لكن واشنطن ليست وحدها في هذا الموقف المربك فقد شكلت روسيا بحسب دبلوماسيين العائق الأكبر أمام تبني موقف موحد في مجلس الأمن موسكو التي ترى في التوغل التركي فرصة لتعزيز نفوذها في الوقت الذي تتراجع فيه واشنطن فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تتأهب للاطلاع بدور وسيط في حل أحدث أزمة في الصراع السوري الذي طال أمده وقد يشمل ذلك التوسط إجراء محادثات من جهة بين أنقرة وبين دمشق التي تريد خروج القوات التركية من أراضيها ومن جهة أخرى بين دمشق والأكراد الذين يريدون قدرا من الحكم الذاتي داخل سوريا فروسيا هي اللاعب الوحيد الذي يمكنه التحدث مع الجميع في ذات الوقت سواء إسرائيل أو إيران أو القوات الكردية أو تركيا أو الأسد أو أي طرف آخر وهذا ما سيشكل لبوتين نصرا كبيرا على الساحة الجيوسياسية بحسب محللين فيما يرى آخرون أن استمرار العملية التركية لفترة طويلة أو خروجها عن السيطرة قد يعرقل جهود الكريملين الدبلوماسية إلا أن أنظمة الدفاع الروسي المتطورة وقاعدتها العسكرية في سوريا تخولها عمليا وقف أي تقدم تركي إذا أرادت فروسيا الآن تسيطر على سماوات سوريا سمحة لأنقرة بالتحليق بطائراتها ضمن مساعيها المتواصلة منذ سنوات بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وإطفاء شرعية دولية من جديد على نظام الأسد أرحب بضيوفي لهذه الحلقة من إسطنبول برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون وكذلك من واشنطن جو مع كارون الباحث في المركز العربي في واشنطن وأيضا عبر سكايب دارة مصطفى العضو في لجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي بي واي دي أبدأ معك دكتور برهان كور أوغلو الخيارات الأمريكية تجاه ما تقوم به تركيا من عملية عسكرية تتراوح بين الوساطة من جهة وبين العقوبات الاقتصادية منذ قليل وقع ترامب بإذن للخزانة الأمريكية باتخاذ عقوبات ضد تركيا إن رأت في ذلك أمرا لا بد منه من أجل هذه العملية العسكرية كيف ستستجيب تركيا لهذين السيناريوين المتناقضين العقوبات من جهة والوساطة السلمية من جهة أخرى يعني بيين واضح جدا أن هذا التشوش الذهني في الإدارة الأمريكية مستمرة في هذا الأمر موقف تركيا واضح تركيا مهدد من قبل منظمات إرهابية على طول هدودها وهذه المنظمات الإرهابية مع الأسفة الشديد طبعا يعني قام أولاد المتحدة بتجهيزها بكل هذه الأسلحة الثقيلة والمتطورة خلال السنتين الأخيرين بحجة محربة داعش ولكن هذه المنظمات تحولت إلى طبعا أصلا هي كانت لها صلة واضحة مع وبين الهزب الأممال الكردستاني وهذه تحولت عدوا إلى تركيا وتركيا منذ سنتين يعلن للطرف الأمريكي أنه لا يجوز تسليح أي منظمة إرهابية بحجة محاربة منظمة إرهابية أخرى الآن تركيا اتغس قرارها وأعلن أبلغ هذا القرار للولايات المتحدة أن تركيا ستدخل هذه المنطقة التي تهدد كل الأمن التركي واستقرار هذه المنطقة المجاورة لتركيا وستبدأ من تحرير هذه المناطقة ألا تخشى تركيا من أن يعاد سيناريو العقوبات الاقتصادية الذي فرضته في وقت سابق من العام الماضي واشنطن ضد أنقرة يعني هو طبعا تركيا تعتبر هذا الموضوع موضوع مصيري مصيري ليمث الأمن الدولة التركية وهذا فوق كل شيء من العقوبات من غيرها طبعا تركيا أولا تقول أن حليف لبولات المتحدة لا يجوز لأي دولة في حلف الشمال ناطو يعني يقوم بأقوبات على الدولة الحليفة الأخرى وهذه أصلا من واجب ناطو أن تدافع عن تركيا لأنه أي دولة في حلف الشمال الأطلس إذا كان مهدد من طرف يجب أن يقوم هذه الدول الأخرى بمناصرته دعني أنتقل لواشنطن لأطرح هذا السؤال على جو ماكرون الباحث في المركز العربي الضوء الأخضر الأمريكي أعطيه لتركيا بشكل مباشر أو غير مباشر واليوم واشنطن تقول بأنها تريد الوساطة بين الأكراد وبين الأتراك هل هو عرض حقيقي للوساطة؟ أعنى أنها مجرد مناورة أخرى من مناورات ترامب بهدف ربما منح الأتراك مزيد من الوقت في العملية العسكرية التي يقومون فيها في شمال سوريا وفي منطقة الجزيرة السورية؟ يعني ترامب وضع خيارات في تغريدة يعني ليس هناك سياسة في هذا الموضوع الوساطة حصلت يعني حصلت قبل أشهر أتذكر أن حينها التقيت بعض القادة الأكراد الذين زاروا واشنطن وأيضا مسؤولين الأتراك هنا كان هناك وساطة كان هناك انفتاح لكنها لم تذهب بعيدا وتراجعت عنها أو تنصلت منها حينها واشنطن لم تتبعها ودخلت بعدها في مرحلة أخرى أي تفاوض غير مباشر بين الطرفين عبر الحديث عن الألية المشتركة والمنطقة الآمنة بين الأمريكين والأتراك تكون كبادير عن هذه الوساطة فبالتالي جرد ليس هناك جيد الوساطة بين الطرف الكردي والنظام حصلت أيضا العام الماضي حين شعر الأكراد أن ترامب قد يتخلى عنهم كان هناك حوار لم يصل إلى خواتيمه لأن هناك نقاط عدة أبرزها رفض موضوع الحكم الزاتي من كبل النظام فبالتالي ليس هناك جديد الوساطة ليس لها أفق الحديث عن العقوبات هل هو أحد السيناريوهات الواردة أخذين بعين الاعتبار الإذن الذي منحه ترامب منذ دقائق للخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد تركيا هذا تلويح عطى أذن لوزارة الخزانة بدون أن تدخل حيزة التنفيذ فورا يعني يحاول إلى حد ما تلويح بها هناك ضغوط عليه من الجمهوريين لا يريد ترامب خوض معركة مع الديموقراطيين حول عزله ومعركة مع الجمهوريين حول الموضوع السوري فبالتالي يريد أن يصر بينه جدي المشكلة للأمريكيين لا يعرفوا ما هي نوايا الأتراك تحدثت الخارجية التركية بالأمس عن موضوع 120 إلى 30 كيلومتر عمك التوغل هذا يتجاوز مكان الأمريكيين تحدثوا معهم في موضوع خلال التفاوض حول المنطقة العازلة فبالتالي هناك محاولة تردع تلويح بالعقوبات حتى الآن ترامب فرض عقوبات على الحكومة التركية فقط في موضوع انتخابي له أي موضوع القصة برانسون لم يفرض عليه إلا على التركية عقوبات موضوع قصة العامية أو غير سأعود أسألك أكثر عن هذا الموضوع فقط تلويح ربما قصد 10 كيلومتر أو 30 كيلومتر بحسب اتفاقية أدنى 1998 دعني أنتقل إلى كوبنهاجن إلى دارة مصطفى ليست المرة الأولى الجميع يردد ذلك بالمناسبة التي يخذل فيها الأكراد من قبل حلفائهم لنتذكر ما حدث بين نيكسون والبارزاني عام 1975 لكن المشهد تغير بشكل متسارع خلال توقيت جدا ضيق خلال أيام ويبدو أن واشنطن سلمت الملف السوري لأنقرة ولموسكو لأي درجة اليوم الأكراد جاهزون على المستوى السياسي وليس الميداني لأن الميداني الآن في طور التغيير لأي درجة جاهزون للتعامل مع هذا الواقع مساء الخير أولا أتوجه بالرحمة إلى أرواح شهدائنا من نساء وأطفال الذين سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة الحرب الإبادة التي تشمها الدولة التركية على المكون الكردي في سوريا بالنسبة للوضع الميداني يعني يتحدث تقريركم على أنه لصالح تركيا بشكل مطلق دعنا ننهي هذه الجولة على الوضع السياسي وبعد ذلك سنفرد الجزء الثاني من البرنامج للوضع الميداني الوضع السياسي أعتقد أنه العالم كله متعاطف معنا خلال لقاءات الرسمية والشعبية مع الأوروبيين وخلال لقاءات جميع رفاقنا في أوروبا وفي أمريكا جميع السياسيين الرأي العام الصحافة الإعلام المستوى الشعبي متعاطف مع ما يحدث في روج آفا الكل يعني ينتقد ترامب على خطلته هذه شاهدنا أنه حتى داخل الحزب الجمهوري في الدارة الكل ينتقد ترامب وترامب هو حليفكم حتى البارحة كان أوثق حليف لكم وهناك الكثير من الاتهامات أيضا أنكم وضعتم كل البيض في السلة الأمريكية حتى أنكم مع جيرانكم العرب الموجودين في منطقة الجزيرة السورية هناك اتهامات بالتطهير العرقي وبالانتهاكات لكن لا نتبنىها من باب الموضوعية أليس اليوم من الأجدى بالنسبة للأكراد لحقنا الدماء الانسحاب من هذه المناطق وتسليمها للأتراك لا أبدا هذا غير وارد أبدا كلنا شاهد على ما يحدث في عفرين هناك عملية تطهير عرقي كبيرة بحق الأكراد الأكراد كانوا يشكلون نسبة أكثر من 95% من سكان عفرين اليوم نسبتهم لا تتجاوز 40% الانتهاكات وصلت إلى درجة مستوى جرائم الحرب بحسب تقارير حقوقية دولية كثيرة تسليم هذه المناطق يعني الانتشار الكردي في سوريا هو بالأساس على الحدود التركية بالكامل وتسليم هذه الحدود لتركيا يعني عدم بقاء الأكراد وتشريدهم باتجاه الصحراء بالداخل لا أحد يستطيع أن يقدم أرضه وبيته وعرضه لمحتل غاز ما هي وسائلكم السياسية سيد دارة باختصار لو سمحت ما هي وسائلكم السياسية للضغط على واشنطن وعلى باقي اللاعبين الدوليين لإيقاف هذه العملية العسكرية نحن نمارس جميع الضغوط لسنا نحن فقط من نضغط جميع الأوروبيين أصدقاؤنا شركاؤنا في الدنمارك في النرويج في السويد في فرنسا الجميع يضغط الآن على ترامب لثنيه للوصول إلى قرار دولي عن طريق مجلس الأمن لإيقاف هذه العملية نعم دعني أنتقل إلى اسطنبول دكتور برهان الحديث أيضا يدور عن وساطة روسية عرضها الروس مع الأكراد لأي درجة يمكن لحليف تفاهم سوتيشي وأستانا والمنطقة العازلة أن يضغط على الأتراك في هذا الملف أما أنه لا حاجة أصلا للضغط هناك تفاهم غير معلن كما تقول الكثير من التقارير بين إيران بين تركيا وموسكو بما يتعلق بهذه العملية العسكرية يعني أولا طرف الروسي أعلن كذلك هم يفهمون يعني موقف التركي الذي يعني يتحدث تحت تهديد هذه الهجوم الإرهابي من طرف البيكاكا وبي واي دي وهم قاموا بعمليات بإيرهابية ضد المدنيين وهذا سنتحدث عن الموقف الميداني حتى اليوم قطية كثير من المدنيين من سبب المدافع الحون الذي جاء من طرف البي واي دي ولكن روسيا متفاهم لموقف تركيا وكذلك أولاد المتحدة تفهم هذا التهديد لتركيا الموضوع هنا ليس موضوع يتعلق بالأكراد هذا الأخر الذي يتحدث موضوع يتعلق بالمنظمات الإرهابية أكراد هم في تركيا مواطنين في سوريا هم إخواننا ولكن مشكلة مع هذه المنظمات الإرهابية التي تسيطر على هذه المناطق وتهدد كل المنطقة كردا وعربا وتركمان هذا هو المشكلة تركيا تريد أن تطهير هذه المنطقة فقط من المنظمات الإرهابية ليس لنا أي مشكلة مع المدنيين مع الأكراد مع غيرهم هذا هو واضح لذلك تركيا ستبدأ أوليا عسكريا لتطهير هذه الحدود من المناطق الحدودية من الإرهابيين بعد ذلك يمكن تجاوز 30 كم حتى تبدأ بتشكيل منطقة آمنة لنقد جزء من السوريين بما فيهم الأكراد إلى هذه المناطق هذه هي خطة تركيا واضحة جدا هذه الخطة سبق وكررها المسؤولون على ترك في أكثر من مناسبة خاصة حديث أردوغان منذ يومين أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية سيد ماكرون هل تخلت واشنطن وفق الخطوة الأخيرة عن حليف مرحلي لصالح حليف استراتيجي أم أنها مناورة فقط من قبل ترامب من أجل غايات انتخابية سواء العقوبات أو الوساطة أو حتى الانسحاب لسيما وأنه أعلن الانسحاب من سوريا بحجة الميزانية العسكرية والانسحاب من الشرق الأوسط ومنذ قليل كما سمعنا جميعا أرسل ثلاث ألاف جندي أو قرر إرسال ثلاث ألاف جندي إلى السعودية يعني منذ حوالي خمسة أو ست سنوات كان هناك بداية لسياسة أمريكية تحاول التوازن بين الدعم للطرف الكردي وابقى على العلاقة مع تركيا وهذه العلاقة أصبحت شديدة التعقيد بين أمريكا وتركيا تركيا تنظر إلى الشرق هناك كثير من التعقيدات منذ 15 عاما إلى حد ما الآن هناك لحظة إلى حد ما كان لحظة حقيقة لهذه العلاقات قرر ترامب إلى حد ما تخلي حاول لفترة إجراء حل هذه المنطقة الآمنة بدون وجود توتر بين الطرفين حاول الكوات الأوروبية حاول بعضها اتفاق أمريكي تركيا لم يصل إلى نتيجة وكلما يهدد الدغان بالتواغل يتجه فورا إلى الانسحاب بدل محاولة إيجاد صيغة فبالآن نحن لا أعتقد أن قرار الأمريكي بالانسحاب هو ساري المفعول القرار التي تقصها في دسمبر الماضي كان موقع ولم يدخل أصبح على الرأف الآن نفس الموضوع هناك ضغوط في الداخل لا أرى انسحاب الآن نعم هناك خمسين جند يبتعدوا عن الحدود المناطق الحدودية لكن لم يكن هناك سجل خروج حتى الآن وطبع كما ذكرت موضوع لكن هناك منطقتان توجد فيهم قواعد عسكرية أمريكية تم تسليهمهما للأتراك منطقة سيواك أحد أحدهما في جنوب تل بيض صحيح لكن الجنود ألفين جندي لا يزالوا في داخل سوريا لم ينسحبوا بعد لم يخرج أي جندي أمريكي من سوريا هذا الانسحاب كان لعدم أي انطباع أن أمريكا تشارك في هذا التواغل أو تؤيده أو تريد أن تدافع عن أحد عن الأكراد تحديدا فبالتالي هذه الصيغة الموجودة أعتقد انسحاب ليس نهائيا الأمر المرتبط بما يحصل في الميدان وغيره الضغوط الداخلية أعتقد ستؤدي ربما إلى تمحل الآن أعتقد يعني أردوغان أو الحكومة التركية تفاوض الآن بالنار لأنها لا تقدر تفاوض بقاعات كما حصل مع الطرف الأمريكي فالآن هناك نقاشات حول ماذا يكون هذا التواغل وهذا يكون صيغة أعتقد بين الأمريكيين والروس أيضا لأن القنوات فتحت بينهم وأيضا المشكلة في سوريا أبعد من ذلك أن نحاول أن نعالج أمور بالتقسيط وليس موضوع كامل أي موضوع ما يحصل في الشمال مرتبط بالحل السوري الأشمل من يمسك الحدود ماذا يحصل هناك فبالتالي هذه المأساة للحل السوري الآن أنها ليس هناك خريطة واضحة ونرى كل هذه الأزمات تظهر بالأخير والآخر أيضا الروس لديهم قول فصل في حل هذه المسألة وهو ما دفع بسيرجي لافروف اليوم للدخول على خط الوساطة بين الأكراد وبين النظام السوري لكن النظام السوري والسؤال للسيد دارة مصطفى طبعا من كوبنهاجن لكن النظام السوري على لسان وزير خارجيتي فيصل المقداد وصف الأكراد بأنهم خونا ما هي السيناريوهات الممكنة في هذا الاتجاه بالنسبة للأكراد من أجل إعادة المياه لمجاريها مع النظام السوري نحن نتأسف لتصريحات نائب وزير الخارجي السوري بوصف الأكراد بالخونا على العكس تماما نحن منحم حدود سوريا طوال ثماني سنوات من التنظيمات الإرهابية التي كانت تعبر الحدود التركية كانت الحدود التركية مفتوحة على مصرعيها أمام عشرات آلاف المقاتلين الذين أتوا من جميع دول العالم وأمام مرأة جميع العالم دخلوا عبر هذه الحدود ونحن من تصدى لهذه المجموعات لكن أيضا كنم من طالبة بالانفصال عن المركز وطالبتم باللا مركزية الإدارية وإقامة دولة كردية في مناطق شرقي الفرات أو الجزيرة السورية لا يوجد في أدبياتنا ولا في مشاريعنا أي شيء يشير إلى الانفصال هناك مطالبات كانت تتراوح ما بين الإدارة الذاتية والحكم الذاتي والفيدرالية وهذا أمر طبيعي وحق مشروع أكثر من نصف دول العالم هي دول فيدرالية كالإمارات العربية المتحدة كالسويسرا كباكستان كالصين كروسيا نفسها هذه كلها دول فيدرالية بالتالي هل ترون بالنظام السوري حليف يستقبل في هذه التغيرات تخلي الأمريكيين عنكم ووجودكم على تماس مباشر اليوم نحن على الدوام نحن على الدوام نرى أن الحل يكمن في المركز في دمشق يجب أن تحل الأمور سوريا سوريا ولكن هناك مطالب وحقوق للشعب السوري والشعب الكردي هو جزء من هذا الشعب السوري نحن نطالب بتغييرات كبيرة وجذرية في بنية الدولة لتستطيع استيعاب مكونات الشعب ويعود الأمن والسلام وتعود وحدة البلاد كما كانت فإذن نحن من نطالب دمشق بالحوار ونحن من نبحث عن الحوار بشكل دائم ونحن من نطالب بالحوار ووقف التغدخلات الخارجية ولكن للأسف الجميع يتجه باتجاه الحل ويتجه نحو الإقصاء والتهميش الآخرين وصلت الفكرة دعني أنتقل لدكتور برهان كوروغلو دكتور برهان الأتراك يراهنون بحسب أحد التحليلات على وساطة روسية مستقبلية مع النظام السوري لطي صفحة قوات سوريا الديمقراطية إلى الأبد لأي درجة مثل هذا السيناريو وارد؟ يعني الذي حصل بين تركيا وروسيا وإيران سنة الماضية تعرفون اتفاقية أستانا وبعد ذلك اتفاقية سوتي من أجل إيجاد حل سلمي للمشكلة السورية هذا الموضوع مستمر إلى الآن طبعا النظام إذا اتزم بيبعا هل هذا يعني إمال وجود التفاهمات أو حتى ربما محادثات في المستقبل بين أنقرة ودمشق وأعني بدمشق النظام السوري طبعا يعني طبعا أولا تركيا أعلن أنه لا يمكن أن تتفاوض مع البشار الأسد لكونه طبعا هو سبب الأساسي لهذه الأزمات كلها في سوريا ولكن طبعا نحن نريد أولا وحدة أراضي سورية وكذلك استمرار دولة سوريا وكذلك لا نريد أي تدخلات خارجية هي بلدة جارة لنا نريد استقرارها هذا التدخل كذلك ستقدم لاستقرار سوريا هذه الذي يتحدث الأخ يقول أنه نحن ضد التدخلات الخارجية هم الذين قاموا بهذه التدخلات من خلال الولايات المتحدة استطاعوا أن استولى على أراضي ليس لهم حق فيها من الدير الزور إلى الرقة ثلاثة أربعة أراضي سورية وأنهم أهداف إرهابية يخرجوا ناس من الأراضي والأراضي والتركوان دعني أتقل إلى واشنطن يكاد وقتنا ينتهي سيد ماكرون سمعت سؤالي هل تعتقد أننا سنشهد في المستقبل القريب بعد هذه العملية وفي ضوء التغييرات الأخيرة محادثات أو وساطة روسية بين دمشق وأنقرة تعتمد بشكل أساسي على إنهاء ملف الأكراد أو المصلحة المشتركة الوحيدة فيها إنهاء ملف الأكراد يعني لا أعتقد في المدى المنظور الأتراك لا يزالون ينتظرون الموقف الأمريكي لا يزالون يرهنوا عليه وأيضا الأكراد بطبيعة الحال فبالتالي الأمور ليست واضحة هذا السيناريو قد يكون سيناريو الأخير لأردوغان هو يستفيد الآن من عدم موجود تنسيق أمريكي روسي هذا الأساس الآن في الأزمة السورية منذ سنوات تركيا تحاول إلى حد ما بيننا الحين والآخر تستفيد حتى إن أخذنا بعين الأكبار على اقراض الروسي الأمريكي في مجلس الأمن سيد جومع كارون أليس هذا تنسيق ولو إن غير مباشر نعم تنسيق لأن لا يريدون أن يكون هناك ضغط طولي على أردوغان يريدون صفقة خارج مجلس الأمن الدول يريدون اتفاقات كما حصل في أستانا وفي جنوب السوري وغيرها نعم لا يرون أن هناك أهمية للضغط الدولي لسيما من أوروبيين فبالتالي يريدون إلى حد ما تلوح بالضغوط بالعقوبات محاولة إيجاد تسوية لهذا الموضوع ولا يهمهم موقع أو موقف مجلس الأمن في هذه فنعم هناك اتفاق لكن ليس هناك اتفاق ما هو يعني الروس مرتحون بمعنى هناك ضغط تركي على الأمريكيين ليخرجوا ربما من سوريا وأيضا الأمريكيين يريدون الخروج وجعل المواجهة بين الأطراك والإيرانيين والروس ربما لمال الفراغ فبالتالي هناك حسابات لكل من الطرفين فبالتالي ليس واضح لكن النظام طبعا يفضل هو أن يمسك الحدود لكن هذا لن يحصل بدون اتفاق بين الروس والأطراك نعم سيد دارة بعجالة لو سمحت لأي درجة يستطيع الأكراد اليوم استخدام ورقة معتقلي داعش للضغط على الأطراف الفاعلة من أجل لي الذراع التركية في هذه العسكرية بعجالة لو سمحت نحن لا نستعمل ورقة داعش داعش هم أسرى لدينا من الناحية الأخلاقية لنقبل استخدامهم كورقة ولكن هذا لا يعني أن هذه العملية التركية ستؤدي إلى فلتان أمني وربما تؤدي إلى فرار عشرات وآلاف الدواعش اليوم كان هناك حالة فوضة في مخيم الهول وكانت هناك حالة تمرد بعدما سمعوا أخبار عن تدخل عسكري تركي هذا ما يشجع العمليات الإرهابية التدخل التركي هو ما سيشجع الإرهاب وهو ما سيريد المنطقة إلى دوامة الحرب شكرا جزيلا لك دارا مصطفى العضو في لجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي بي واي دي وأيضا من اسطنبول أشكر برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون والشكر موصول طبعا لجوو معكرون الباحث في المركز العربي في واشنطن نهاية للخبر بقية شكرا جزيلا لكم